أسى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني لترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وذلك وفقا للتوجهات الرئاسية مع ضرورة اهتمام الوزراء بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم وفيما يخص الأزمات والقضايا الملحة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزرية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية وأطائي دفعة قوية لملفات التعليم والصحة والصناعة خلال الفترة القادمة